كشف الأمين العام لمنتدى البلدان المصدرة للغاز محمد حمال احتضان الجزائر لأشغال القمة السابعة لرؤساء الدول وحكومات البلدان المصدرة للغاز نهاية السنة الجرية وأكد محمد حمال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الدور المحوري الذي لعبته الجزائر في تأسيس منتدى البلدان المصدرة للغاز في بداية السنوات الألفين قائلا إن جزائر تعد ذعام أساسية لمنتدى البلدان المصدرة للغاز وهي تواصل اليوم لعب دور هام على مستوى هذه المنظمة الحكومية الدولية كما يعتبر المتحدث أن احتضان الجزائر مقر مع هذا البحث حول الغاز التابع للمنتدى اعتراف بدورها في صناعة الغازية مشيرا إلى أن الجزائر قد اختويرت بالأغلبية خلال القمة السادسة لرؤساء الدول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز التي جرت في شهر فيفري الماضي بالدوحة لاحتدان مقر معهد البحث حول الغاز الذي تم توقيع الاتفاق الخاص بمقره أمس الخميس ما بين وزارة الشؤون الخارجية والمنتدى موسيقى